الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين اهلا بكم قال خبراء اقتصاديون ان اسعار صرف الدولار في العراق تشهد قفزات غير مستقرة بالتزامن مع معلومات عن نوايا امريكية لفرض عقوبات على مصارف جديدة غير ملتزمة بشروط نقل وتمويل التجارة باستخدام الدولار واضح الخبراء ان المشكلة الاساسية هي قيم البنك المركزي بتمويل التجارة مع ايران والتي تصل الى عشرة مليارات دولار عبر حوالات خارجية قبل ان يعتمد المنصة الالكترونية وبعد ان تم قطعها بدأ التجار والشركات بتمويل الاستراد عبر السوق الموازي للحصول على الدولار النقدي بلغت بيانات البنك المركزي العراقي في نافذة بيع العملة الاجنبية اكثر من 196 مليون دولار ونشر موقع البنك المركزي جدول مبيعات من الدولار حيث تضمن مشاركة 23 مصرفا و82 شركة صرافة وغطى طلبات التحويل الخارجي ب187 مليون دولار بينما الطلبات النقدية اكثر من 9 ملايين دولار ويبيع البنك المركزي العراقي الدولار للاعتمادات المستندية والتسويقات الدولية للبطاقات الالكترونية بسعر 1305 دنانير للدولار الواحد اكد وكيل وزارة المالية مسعود حيدر ان حكومة بغداد لا تستطيع ارسال رواتب موظفي كردستان العراق وباقي النفقات الاخرى بشكل مباشر وقال حيدر ان جميع المعاملات بين اربيل وبغداد يجب ان تتم من خلال المؤسسات الرسمية لدى الجانبين مضيفا انه بحسب قانون الموازنة لعام 2023 يتعين على حكومة بغداد ارسال 757 مليار دينار شهريا كرواتب لموظفي كردستان العراق عبر وزارة المالية استقرت اسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي اربيل وقال مصدر صحفي ان اسعار الذهب في اسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة بغداد سجلت سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والاوروبي 400 الف دينار وسعر الشراء 396 الف دينار مشيرا الى ان سعر البيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 370 الف دينار وبلغ سعر الشراء 366 الف اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 478 الف دينار تراجعت الاسهم الاوروبية الى ادنى مستوياتها في 6 اشهر متأثرة من خفاض اسهم شركات المرافق والتعدين الحساسة لاسعار الفائدة وهبط المؤشر ستوكس 600 الاوروبي بالنسبة 1.1 بالمئة ليلامس ادنى مستوى له منذ الرابع والعشرين من شهر اذار الماضي كما تراجعت المؤشرات الرئيسة في بورصة وولد سيتريت كما انخفض سهم ارست لتطوير طاقة الرياح البحرية 6 بالمئة الى ادنى مستوى له منذ اكثر من خمس سنوات فيما هبطت تأثم شركات التعدين 2.6 بالمئة مع انخفاض اسعار النحاس الى ادنى مستوى لها في 4 اشهر وقبل الختام نذكركم باسعار العملات الاجنبية مقابل دينار العراقي وباسعار المعادر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نهاية المجزة الى اللقاء